الهجوم الثاني خلال أيام قليلة ثلاثة صواريخ تضرب قاعدة بلد الجوية شمال بغداد سقط اثنان داخل مساحة غير مستغلة في القاعدة والثالث في منطقة قريبة خارجها ما أسفر عن إصابة موظف عراقي في شركة أميركية على الفور ردت طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي بقصف الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ وفق ما أفاد مراسل الحرة في صلاح الدين فيما أطلق الجيش العراقي قذائف مدفعية باتجاه مصدر الصواريخ لم تتبن أي جهة عملية القصف على الفور لكن جماعات موالية لإيران أبرزها عصائب أهل الحق تسيطر على أغلب محاور مدينة بلد وفق ما أكده ناشطون عراقيون هذا الهجوم جاء بعد ساعات من غارة للجيش العراقي على مخبأ لتنظيم داعش في سهول الطرمية بالتزامن مع اشتباكات أسفرت عن مقتل خمسة عناصر من التنظيم واثنين من مقاتلي الحجد الشعبي خلال الأشهر الماضية عدة هجمات صاروخية استهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية آخرها قصف قاعدة عسكرية جوية يشغلها التحالف في مطار أربيل الدولي وبالقرب منها ترجمة نانسي قنقر